المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى تماماً يعني ما انتشر من الأنباء بشأن إصدار قرار بحث في أي مواطن يمتلك انترنت أرضي زي ما قلنا يعني من ضمن المعايير دي كان فطورة الانترنت عندك في البيت قد إيه وعندك كام جهاز موبايل ويعني عندك تكيف ولا لأ وإلى آخره فالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى كل ده يعني وأكد على أنه هاتف المحمول أو يعني أجهزة المحمول اللي معاك مش هتأثر أبداً على استحقاقك للدعم التمويني وبالفعل المركز الإعلامي يعني تواصل مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقال في بيان لي النهاردة يعني زي ما قلت لحضراتكم نفى في تلك الأنباء مؤكد أنه يعني لا صحة لحسف أي مواطن قبل ما يتأكدوا يعني أنه هو فعلاً مش مستحق الدعم واللي هيقوم يعني هيحدده إذا كان هو مستحق للدعم أو غير مستحق للدعم وبناء على يعني معايير محددة وضقيقة ومعلنة بشكل رسمي وشدد التاني في البيان أنه امتلاك الانترنت الأرضي أو أكتر من نوع هاتف محمول لا يأتي ضمن محددات استبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية يعني الحقيقة أنه نحن دايماً بنلاحظ أنه المركز الإعلامي لمجلس رئاسة الوزراء دايماً بيكون حريص أنه هو ينفي أي إشعاعات بيتم إصدارها الفترة اللي فاتت بنشوف إشعاعات كتير جداً سواء ليه علاقة بالتموين أو ليه علاقة بأي حاجة يعني تخص الحكومة أو الدعم أو يعني شوفنا قبل كده برضو كان فيه أشعة بسبب السكر السكر مش موجود في منافذ التموينية وساعتها برضو يعني المركز الإعلامي طلع ونفذة تماماً وبالفعل كان السكر متوفر والنهاردة المركز الإعلامي بينفي شائعة يعني غربلة بطاقات التموين على حسب هواتف المحمول عدد هواتف المحمول أو فاتورة الانترنت فالحقيقة أن دي حاجة كويسة جداً والمركز الإعلامي مهتم بيها على صفحته دايماً